فهذا الشريط باستعمال صفحة امبلوية غنضيفو عمود جديد لغنسميوها اوغمونتاشن دسالة ادن فهذا الخانة غنقومو بزيادة الرواتب الشهرية ديال الموضفين وهذا الزيادة غتقدر في الف درهم لكل موضف ادن يكفي نتقلو الخانة هنايا ونكتبو تساوي جدو زائد الف ومن بعد ما نضغطو على انتخي فغنحتاجو ننسخو هاد الصيغة في باقي الخانات لنحوصول على الراتب الجديد بالنسبة الباقي الموضفين كل مرة كنضغط مرتين على هاد الخانات فكنلاحظو ان ايكسل تبق نفس الصيغة هاد الطريقة اللي استعمال ايكسل كتسبب غيفرانس غولاتيف بمعنى مرجعية نسبية بحيث ايكسل اعتبر هاد الخانة هي الخانة المرجعية اللي كتوفر على الصيغة اللي غنقوم بتطبيقها في باقي الخانات اللي حددنا لكن الان لابغينا نرفع معدل كل موضف بنسبة 3% ادن عدنا طريق اخرى اللي غنطبقو وغنكتبو تساوي جدو جداء تعملو الرمز استيريس كهاد النسبة الان الى ضغطنا على زر انتخي فغنحصلو على نسبة زيادة وبالتالي محتاجين نضيفو الراتب اللول وبالتالي الراتب جديد اللي غيحصل علي هاد الموضف غيكون هوك التالي من بعد ما حصلنا على النتيجة فمحتاجين تبقوها على باقي الخانات مباشرة كنلاحظو ان فقط هاد الموضف هو اللي استفد من زيادة لضغطنا هنا كنلاحظو ان عدنا الرمز تساوي ومن بعد عدنا لغيفرانس ديال الخانة الجي تخوا صحيحة لكن هنا مرجعية ديال الخانة جي 1 انتقلات الجي 2 وبالتالي نفس الشي عدنا في باقي الخانات هنا عدنا لغيفرانس ديال الجي 3 وهنا عدنا لغيفرانس الجي 5 لكن احنا بغينا دائما الجي 1 تكون هي المرجعية اللي غيحسبنا بها اكسل باقي الرواتب الموضفين وعدنا طريقتين لذلك لهذا احنا في حاجة نضيفو الرمز دولار امام الرقم واحد وامام الحرف جي علاش الرمز دولار هدي هي القاعدة في اكسل فاحنا محتاجين الرموز اللي كتشير اننا ما بغيناش هاد المرجعية تغير ايدا يمكننا نضغطو هنا ومن بعد نضغطو على الزر F4 في لوحة المفاتيح هادا الرمز ديال دولار ما عندو حتى علاقة بالراتب الرمز دولار كيعني إلا قمنا بنسخها الصيغة فالمرجعية للخانة جي 1 كتبقى نفسها وما كتغيرش والآن غنضغطو على الزر Entrer وغننسخو الصيغة لباقي الخانات من اللي كنضغطو على إحدى الخانات كنلاحظو أن الصيغة كتحتافظ بالخانة جي 1 كمرجعية وبالتالي من اللي كنشوفو الرمز دولار فهذا ما كيعني شو عملة الراتب الرمز دولار مجرد إشارب أن هاد الخانة هي la reference absolute بمعنى هي المرجعية المطلقة واللي ما غنتغيرش في بعض الأحيان يمكن نصادفو الرمز دولار أمام الخانة أو العمود وهدو كيتعتبرو حالات أكتر تعقيد واللي كيتم بلغة reference mixed في المثال ديالنا هنا يمكن يكون عدنا عدد كبير من الموظفين وبغينا نتأكدو أن كل راتب جديد غيحصل عليه كل موظف هو كي يعتامد في الصيغة دياله على الخانة جي 1 كمرجعية مطلقة وهذا العملية هي اللي قمنا بها وتعرفنا عليها وما بقى لنا الآن إلا نقوم بنسخ الصيغة للباقي الخانات ترجمة نانسي قنقر